اشتركوا في القناة الله عليه وسلم ومن ولاها أيها الإخوة الكرام مازلنا مع سلسلة الأدعية المباركة والأحكام الدينية والشرعية التي نستفيد منها في حياتنا اليوم نارضا الفيديو في معلومة مهمة وخطيرة هذا هو العنوان الفراش الذي لا ينام عليه أحد لمدة طويلة والفراش مبسوط هنقول سرير وهذا الفراش لا ينام عليه أحد عند الغرفة محدش بيدخلها السرير موجود والغرفة مرتبة بس ما فيش حد بينام على السرير ده اعلم أن هذا الفراش سيستقله الشيطان وسوف يسكنه وهذا ثابت ثابت في السنة النبوية أنا لا أتكلم من كيسي أنا لا أتكلم من عندي وإنما لا أتكلم في حكم شرعي إلا بدليل بفضل الله تبارك تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فراش للرجل وفراش لأهله والثالث للضيف والرابع للشيطان ولذلك وجب علينا أن نطوي هذا الفراش كل فترة ويتم تنفيضه أو رش ماء مقرؤ عليه من القرآن كل يومين أو ثلاثة من مننا كان يعلم هذه المعلومة فهي معلومة في غاية الروعة ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته